هنروح مع حضراتكم على الدوحة حيث تواجد زي منا العزيز الأستاذ أحمد عويس النقد الرياضي اللي مشكوراً حيعرفنا على آخر الأخبار وإيه اللي بيحصل هناك صباح الفول عليك أستاذ أحمد أهلاً بيك معنا في عشر الصبح بالأهلي صباح الخير كريم معك وصباح الخير على أستاذ منا وأهلاً بكم من أرض المنديال في أول منديال عربي في التاريخ والحقيقة حدث استثنائي لدولة قطر وحدث استثنائي لنا كلنا كمصريين طبعاً النهاردة نتحدث الرسم باسم رئيس الجمهورية أعلن مدور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمباراة الافتتاح وده الحقيقة دور مصر لأن مصر كبيرة العرب فيجب أن يكون رئيس مصر موجود في افتتاح أول منديال العربي عشان إحنا الدولة الأم نالكبوط العرب فده خبر جالي الصبح ولكن خلان نتكلم عن المنديال بدأت مبارح تتوفر جماهير منتخبات شوفنا مبارح في الفيفا فان فيستبل جماهير برازيل وجماهير أرجنتين وجماهير من مختلف الدول أعتقد أن أغلب الحضور الجماهير اللي ظهر لحد دلوقتي هي جماهير اللي جاية من أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى لسه الأوروبيين ما ظهروش لحد دلوقتي ولكن طبعاً مع بداية المباريات كلنا متعودين في مباريات كاس العالم جمهور الكرة ما بيحضرش غير قبل المباراة بيوم قبل في نفس يوم المباراة لأنه بيجي ويحضر المباراة عشان يقل التكاليف زي ما بيقول دوحة كلها وقفة عشان مستنية النهار ده برات الافتاح برات الافتاح الساعة سابعة بين قطر والإيكوادور حفل الافتتاح هيبقى الساعة ستة لتت ده بتوقيت الدوحة هننزل ساعي بتوقيت مصر هيبقى في استاد البيت اللي هو يبقى حوالي أربعين كيلو عن مدينة الدوحة ولكن هو استاد مصمم على طراز الخيمة العربية هو استاد رائع عن حضرت فيها قبل كده ورات الطولة العربية حاجة يعني مش هنقول بيوضاهي أفضل استادات العالم هو من أفضل استادات العالم استادات كبيرة جدا يعني استعدادات دولة قطر للبطولة استعدادات رائعة أنا يقعد في مركز صحفي اللي هو الرئيسي بتاع الفيفا بساعة لحوالي ألفين صحفي والحقيقة ده ما حصلش في قلط قبل كده وسائل مواصلات متوفرة مجانا لكل من يحمل بطاقة هيا فيه فرحة وفيه انبساط وفيه كمان الحاجة اللطيفة أنه دولة قطر قدرت تفرض على الفيفا وهي حاجة من حاجات الصعبة جدا تقالدها وأعرفها ومنعوا بيوضاهي في داخل الملاعب ومبارح تصرحات جاني في انتينو اللي قلب العالم كله بأن دولة قطر كانت على قد الحدث وأنه كل الانتقادات اللي تم توجيهها لدولة قطر كانت مش حقية النهاردة طبعا مباراة صعبة هي افتتاح المونديان المباراة صعبة لمنتخب القطري أما المنتخب الإكوادوري مبارح تكلموا في المؤتمر الصحفي سواء مدير الفني الإكوادوري أو مدير فني المتخب القطري عن صعوبة المباراة وعلى طول مبارات الافتتاح ما بيبقاش فيها كورة كريمة يعني مباراة الافتتاح بيبقى كورة فيها إلا شوية ولكن هي مباراة مكتاح صعود للمنتخب القطري لو قدروا النهاردة حقوق الفوز أو حتى التعادل هيبقى عندهم أمل كبير أن يقدروا يعملوا حاجة مع المنتخب السنغالي ويعدوا وتبقى مفاجأة بالعبور إلى الدور الثاني ويمكن بقى يكملوا مبارح أنا كنت في تمرين منتخب المغربي منتخب المغربي الكامل نجوم وعودة عبد الرازق الحمد لله وجود حكيم زياش في حاجة من التفاؤل بين المغربة رغم أنهم فعلا أنا سمعت منها بتقول أنهم وضعهم صعب عندهم منتخب كرواتيا وبعدين منتخب بلجيكا الإعلام المغربي مبارح بعض صحفيين اتكلمت معاهم عن فوز منتخب المصري عن منتخب البلجيكا قال لهم داس لحظوا حدين لأن ده ممكن يدي منتخب بلجيكا حافظ يعوض قدام المغرب ويخليه قلقان بقى بعد المستوى اللي ظهر بيه قدام منتخب مصر وهو في الناحية الثانية هيدي حافظ منتخب المغربي ليه لا أما منتخب البلجيكا سهل وممكن منتخب عربي يكسبه وممكن يحقق مع نتيجة بدايات العرب قوية جدا سواء المغرب مع بلجيكا والسعودية مع الأرجنتين قطر مالك ودور برئم بداية صعبة ولكن العرب قدهوا والمنتخب السعودي هيبدأ يوم الثلاث أما منتخب الأرجنتيني بكرة السنة قال هتلاعب هولندا بدأ المونديال وبدأ احتفالاته وبدأ وجود الناس في الشوارع خلينا النهاردة نحتفل بأول منديال عربي في التاريخ العرب كلهم وراء دولة قطار لأنه حدث سنائي ولما يحصل هيدلي الفرصة ويفتح الباب أمام كل الملفات العربية بعد كده زي ما بنقول إن مصر بتفكر إنها تدخل تقدم عشرين تلاتين مع ملف مشترك مع السعودية المغرب بتفكر في عشرين تلاتين ليه لا؟ بعد النجاح ده نشوف منديال تاني عربي بعد ثمان سنين في مصر أو في السعودية أو في المغرب كلها دولة واحدة العرب كلهم دولة واحدة لو تكتفوا هيعملوا حقا ويسا جدا طيب برجوعا بقى للتصريح اللي قادلة بيه إنفنتينو والكلام اللي كان بتقال والتوجيهات اللي كانت بتصرب حتى من فترة مش قليلة الفترة الأخيرة فكرة احترام ثقافة وتقاليد وعادات الدولة المضيفة اللي هي دولة قطر إنعكاس هذا الأمر بقى على المشجعين اللي انت شفتهم لغاية دلوقتي الوضع إيه؟ هل فيه تضرر من هذا الأمر؟ هل فيه عادي استجابة بقى رياحية؟ هو إنفنتينو قال حاجة لطيفة جدا في المنطور أننا منعنا بيع القحول في الملاعب فأنت بالعرب كده زي ما يقولون ليس تموت لو عدت ثلاث ساعة لا تشربش القحول فيه أماكن أنا آسف يا كريم فيه أماكن مسموح بيها ببيع القحول موجودة يعني مصرحة لها ولكن أثناء وإحنا عارفين في فكوس العالم قبل كده الملاعب كان فيها ليبقى فيها القحول اللي بيتباع طبعا لو أنت عندك منتخبات دول بعينها يعني فيه منتخبات دول بعينها عندهم مشكلة كبيرة جدا في مسألة القحول والتواجد ضمن المشجعين في المدرجات بيانتج عندها مشاكل كتير أو الحقيقة بس أنا أقدر استنتج بشكل عامل أستاذ أحمد أن أنت يعني إلى حد كبير متفائل بتنظيم قطر للفعاليات قطر هل أستاذا مننا من شوية بتقول أنه ما عندها الشك أنه هيكون حفل الافتتاح مبهر وعالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنا كلنا شوفنا حفل الافتاح البطولة العربية اللي اتعاملت في نفس التوقيت ده السنة اللي فاتت في قطر وكم الإبهار اللي حصل في حفل الافتتاح وحفل الختام أعتقد أنه لو بطولة العرب كان حفل الافتتاح والختام مبهر بالطريق فكاس العالمي يبقى أكثر إبهارا خلينا نقول أنه ما يحدث على أرض دولة قطر هو معجزة بكل المقيس يعني هي معجزة أن دولة مساحة الأرض بتاعتها زي دولة قطر عدد السكان مش كبير تقدر تنظم حدث زي تنظيم كاس العالم فالحقيقة دي معجزة وحاجة تتحسب لهم قدروا يشتغلوا كويس على الملف وقدروا يفرضوا كل ما يريدون على الفيفا وعلى الضيوف هذا حدثه بعدين هو السؤال يا كريم اللي بيطرح نفسه أنت ضيف جايلي بيدي فالمفروض تلتزم بعادات يعني أنا لما رحنا لما رحنا كاس العالم روسيا ما فرضناش على الناس إحنا رحنا شاركنا أنا أنت جاي يضيف عندي فأنت المفروض بتيجي تلعب البطولة وتأدي أدائك الفني وجمهورك بيجي بيلتزم بمعايير إحنا لما بنروح أي دولة بنلتزم بمعاييرها وقوانينها صح فالحقيقة مش حدث يعني مش حدث نقف قدامه وتصوير الحدث على إنه انتصارات لا هو الحقيقة حدث مهم تاريخي للعرب يجب كلنا أن نلتف حوله وده ظهر النهاردة بحضور كل الرؤساء العرب أو معظمهم الرؤساء والملوك والأمراء هيحضروا النهاردة عشان يظهر أن العرب قوة واحدة وده دور القوة النعمة المفروض يتحركوا فيها لأن كرة القدم قوة اقتصادية وقوة نعمة ولما تشوف قد إيه الناس مبسوطة وقد إيه الملايين جايين عشان يتفرجوا على قطع من الجلد يا كريم زي ما بيقولوا هذه القطع من الجلد هي اللي بتبهر العالم كل الناس جاي اللي جاي سفر عشرين ساعة واللي جاي سفر تمانية وعشرين ساعة عشان قطع من الجلد بتدخل الشبكة كلنا بنهايس وننبسط فأتمنى أن يكون منديال رائع ونبقى كلنا ورصين وإن شاء الله بقى معاك كل يوم لنهاية المديال تنقوّرنا وتساعدنا بوجودك معانا وبتحليلاتك بقى اللي أكيد حنستمتع بيها إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية بشكرك على وجودك معانا جزيلا شكر كان معانا الأستاذ أحمد عويس النقد الرياضي من قلب الحدث في الدوحة في قطر شكرا جزيلا لك اشتركوا بها